تواصل التضامن الشعبي في اليمن مع الفلسطينيين خصوصاً في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني مستمر لليوم الرابع والتسعين بعد المائتين ففي تعز شهدت ساحة الحرية وسط المدينة وقفة عقب صلاة الجمعة جدد فيها المشاركون تضامنهم مع أهالي قطاع غزة إذا أما يتعرضون له من إبادة جماعية تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية كما ندد المحتجون بالموقف الأمريكي الداعم لجرائم الاحتلال التي شملت الاستهداف المباشرة للمدنيين بكافة أنواع الأسلحة المحتجون طالبوا بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإنهاء حرب التجويع التي فرضها الكيان الصهيوني بطواطئ دولي واضح إننا نستشعر في تعز معاناتهم الشديدة لا يمكن لأي مدينة أن تصمد كما صمدت غزة غزة الآن تعبر عن كرامة هذا الوطن كرامة جميع الأبطان وليس وطنها فقط إنها الحركة النضالية الوحيدة في القرن الجديد الذي أثبت المسلم والعربي والفلسطيني أنه ممكن أن يقول للباطل لا ممكن أن يقف العدوان ممكن أن يقف أمام كل قوة الغطرسة العالمية لقد انقلبت الموازين الدنيوية وأصبحت موازين الإله سبحانه وتعالى في نصر هذه الفئة البسيطة التي نصرهم الله وسينتصرون بإن الله لقد أعجزوا العالم ولن يستطيع العالم بإمكانيته الكبيرة أن يقتلع هذه المقاومة التي تسمى المقاومة الإسلامية حماس والقهاد وكافة الفصائل فبارك الله فيهم ونصرهم الله ونحن معهم في كل وقت كما أمننا اليوم عبرنا عن رفضنا إلى كنسلة قرارات البنك المكزي وإلغاءها إن حس شعبنا بنوع من الحرية في سبيل محاصرة ميليشية الحوثي إلا أن المجلس الرئاسي أثبت أنه لا يمثل هذا الشعب ولا يمثل هذا الوطن المجلس الرئاسي اتخذ وصقطت منه ورقة التوت ولن يراجع أنفسهم ولن يحس الشعب الحرية إلا بقيادة جديدة تمثل تطلعاته في التحرير من هذه الميليشية الحوثية من هنا من ساحة النضال ساحة الحرية وقفنا دعما لقضيتنا الأولى قضية فلشطين وغزة ضد الإبادة الجماعية الوحشية التي يقوم بها الصلاف الصهيوني العالمي اليوم من هنا من تعجز نذكر الشرعية بقراراتها التي اتخذت خلال أسابيع الماضية والتي أجهضتها المجتمع الدولي وأجهضها العالم الذي يقف اليوم في صف الميليشيات الحوثية هذه القرارات التي كانت قد أخضعت الميليشية وأرعبت الميليشية وكانت بداية سقوط هذه الميليشية في عقر دارها